الملائكة عليهم السلام هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى خلقهم جل جلاله لعبادته كما خلق الجن والإنس لعبادته وعالم الملائكة الكرام غير عالم الإنس والجان فهم عالم طاهر كريم نقي منزه عن الآثام والأخطاء رفع الله سبحانه وتعالى مقامهم وقدرهم فهم يطيعون الله عز وجل دون أن يعصوه أبدا فقد اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا بقربه ولتنفيذ أوامره وجعل منهم رسلا وسفراء إلى رسله وأنبيائه من الإنس وقد خلقهم الله عز وجل من نور والملائكة يسكنون السماوات وينزلون منها إلى الأرض بإذن الله عز وجل وأمره فليس هناك ملك إلا له موضع مخصوص من السماء ومقام في العبادة مأمور به لا يتخطاه ولا ينقص منه فما هي صفة الملائكة عليهم السلام وما هي أسماؤهم وما هي قدراتهم ووظائفهم وأعدادهم وما هو شكلهم فتابعون مشاهدين الكرام ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله أسماء الملائكة عليهم السلام وصفاتهم ذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة في القرآن الكريم في سياقات متعددة فتارة تذكر الملائكة مقرونة باسم الله سبحانه وتعالى كما في قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وتارة تذكر باتصالها بصلاته سبحانه قال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وتارة أخرى تذكر بإضافتها إلى الله تعالى في مواضع التشريف كما ذكرت في بيان وظائفها كحملهم للعرش قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وذكرت أيضا مرتبطة بصفاتهم من طهارة وعلو وعدم فتور عن عبادة الله وغيرها من الصفات ومن ذلك ما جاء في قول الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أما بالنسبة لعدد الملائكة فهو أمر غير معلوم إلا إن المعلوم أن عددهم كبير جدا جدا ومن أبرز الأدلة على ذلك ما روي عن حكيم بن حزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء قال صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أبطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا وأما أسماء الملائكة الكرام فقد أوكل الله عز وجل عددا من المهام إلى الملائكة والمعلوم من أسماء الملائكة وأعمالهم الواردة في القرآن والسنة ما سنذكره لحضراتكم اليوم جبريل عليه السلام وقد ذكر بعدة ألقاب وأسماء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومنها روح القدس والناموس الأكبر وذكر في السنة النبوية بما روي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله وعن رسوله وروا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت هذا النموس الذي نزل الله على موسى ومهمته تبليغ الوحي إذ تعد الملائكة الواسطة بين الله ورسله في إيصال الكتب وتبليغ الشرائع والأوامر والملك جبريل عليه السلام هو من كلف بهذه المهمة نيكائيل عليه السلام وهو من الملائكة المقربين من الله سبحانه وقد كلفه جل جلاله بعدة وظائف منها أنه مكلف بالمطر إلى جانب توفيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخير والمشاركة معه في القتال فقد صح الخبر أن جبريل وميكائيل عليهم السلام شارك مع المسلمين في غزوة أحد فقد أخرج مسلم رحمه الله فيما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام فسرافيل عليه السلام وقد كلفه الله عز وجل بالنفخ في الصور مرتين والصور هو القرن الذي ينفخ فيه وفي النفخة الأولى يموت بأمر الله عز وجل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وفي النفخة الثانية يكون البعث مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ملك الموت عليه السلام قيل إنه آخر المخلوقات موتا فهو موكل بقبض أرواح الناس عند الموت وقد ثبت ذلك في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منها قول ربنا تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وتجدر الإشارة إلى أن ملك الموت عليه السلام لم ترد له تسمية صراحة في القرآن أو في السنة أما تسميته بعزرائيل فليس لها أصل ثابت صحيح قال الله عز وجل في ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملك الأرحام عليه السلام ودليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفه والنطفة الماء القليل ويطلق على مني الرجل يا رب علقه وهو الدم الجامد الغليظ الذي يتكون منه الإنسان يا رب مضغة وهي قطعة اللحم الصغيرة المقدرة بما يمضغ من الطعام فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه ملك الجبال عليه السلام ومهمته تولي أمر الجبال فالجبال لها ملائكة مسؤولة عنها تنفذ ما يأمرها الله عز وجل به ودليل ذلك ما ورد من قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت في صحيح البخاري قد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ملكاء القبر عليهم السلام وقد وردت في بعض الآثار تسميتهما بمنكر ونكير ومهمتهما سؤال الميت في قبره ودليل ذلك ما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعن عالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل يعني محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن فيقول آمنت أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله مقعدا في الجنة فيراهما جميعا مالك خازن النار عليه السلام يعد مالك عليه السلام من جملة الملائكة المسؤولين عن النار وهو مقدم عليهم قال الله سبحانه وتعالى عما قالت أهل النار لمالك عليه السلام ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون هاروت وماروت عليهم السلام ورد هذان الإسمان في القرآن الكريم في قول الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهناك أسماء لبعض الطوائف من الملائكة ورد ذكر هؤلاء الملائكة في القرآن الكريم وكذا في السنة النبوية بذكر طوائفهم ومن هذه الطوائف حملة العرش عليهم السلام والعرش العظيم هو ما استوى عليه ربنا تبارك وتعالى وعدد الملائكة المكلفين بذلك ثمانية كما ثبت في القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قيلهم أربعة الآن وثمانية يوم القيامة الحفظة الملائكة ومهمتهم حفظ بني آدم ومن مهامهم حراسة المؤمن وحمايته من المصائب والبلاية ومن الأهوال التي قد تصيبه في يومه وليلته قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويستثنى من ذلك ما قدره الله عز وجل على الإنسان من الحوادث والمصائب والبلاية خزنة الجنة عليهم السلام وقد ثبت أن من مهام الملائكة الترحيب بأهل الجنة والسلام عليهم واستقبالهم بطيب الكلام وبتبشيرهم بكل جميل وحسن ونعمة وفضل وبشرة والدليل على وجودهم قول ربنا تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين خزنة النار عليهم السلام ومهمتهم تلقي أهل النار ودفعهم إلى دخولها دفعا وتأنيبهم على ما اقترفوه في الحياة الدنيا قال ربنا تبارك وتعالى وهو يحكي عن النار ومن فيها تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ويطلق على الملائكة المكلفين بالعذاب في النار اسم الزبانية كما ورد في قول ربنا تبارك وتعالى سندع الزبانية قيل إن عدد الملائكة هنا كثير وعلى رأسهم تسعة عشر ملكا الملائكة السياحون عليهم السلام وهم الملائكة الكرام الذين ينتشرون في الأرض ويحيطون بالناس في حلقات الذكر اللهم أكرمنا ونور بيوتنا وأماكننا بالملائكة عام وبالسياحين خاصة الملائكة زوار البيت المعمور عليهم السلام وهم الملائكة الذين يزورون البيت المعمور كل يوم وهو بيت في السماء السابعة أعلى البيت الحرام ومن كثرتهم أن من دخل منهم البيت المعمور لا يعود إليه مرة أخرى ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك الملائكة السفرة والسفرة عليهم السلام في اللغة أي الكتبة لأن الكاتب يسفر بمعنى يبين عن الشيء ويظهره فهم الذين يكتبون الأعمال قال ربنا سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة وهناك ملائكة ذكرت أعمالهم دون أسمائهم ومن هذه الأعمال نفخ الأرواح في الأجنة وكتابة أجل كل روح وعملها ورزقها وسعادتها وشقائها ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقي أو سعيد مراقبة الإنسان وإحصاء أعماله جميعها وكتابتها وتسجيلها فلكل إنسان في الحياة الدنيا ملكان ملازمان له مهمة أحدهما كتابة الحسنات وهو الملك عن اليمين والآخر موكل بكتابة السيئات وهو عن الشمال ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تولي أمر الملائكة والرياح والسحاب بأمر من الله عز وجل قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله وللملائكة عليهم السلام صفات خلقية وصفات خلقية فأما صفات الملائكة الخلقية بيّن الله سبحانه وتعالى الهيئة التي خلقت عليها الملائكة والقدرات التي يمتلكونها وبيان ذلك فيما يأتي الملائكة لا يتصفون بالذكورة أو الأنوثة ولهم القدرة على التشكل بصور مختلفة ومثال ذلك إرسالهم على هيئة بشر كما أرسلهم الله عز وجل إلى مريم عليه السلام وللملائكة أجنحة وتختلف فيما بينها بالعدد قال الله عز وجل الحمد لله فاقر السماوات والأرض جاع للملائكة رسولا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير صفات الملائكة الخلقية وصف المولى سبحانه الملائكة بصفات خلقية كريمة عديدة قال الله عز وجل بأيدي سفرة كرام بررة ومن هذه الصفات الحياء ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة يقصد عثمان رضي الله عنه ومن صفات الملائكة الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين وفي الختام لا تنسوا مشاهدين الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا